عبد العزيز تعرض لهجوم من خنزير متوحش قرب مسكنه بقرية إزمام الجبلية الضحية خرج من بيته بحثا عن المأون والاحتطاب لمواجهة الظروف الباردة تخلفها الثلوج التي تحاصر المنطقة وتجعل قاطنها معزولين لأيام عندهم ملدوزني يددني كي بداتك شو حلوفني أقرين عندي كابين إلا سي سوطريب راح ادناو الماكلة يوكسرين يسبق يدو حلوفني يتشهين الماكلة نجي غسرين نسحمي وساستميس نشعلي لكينون صغر نكا هندي تسعبين باختنا نغي صغر نغي سميدا أنا مات أنا بردس سوكروسا نمات باختنا نغي صغر نو لشوش لادنا العائلات القاطنة بالقرية تعيش حياة بيدائية تواجه متاعب ومعاناة دائمة مع ظروف التقلبات الجوية لا سيما مشكل التكفل بالمرضى مع القطاع الطريق المؤدية كحال هذه السيدة الحامل نتعيش قدام يزير نوار ديجا نتعقال فو ماتون قد اغلو ماتون ولشان ساتناوي نكي برسونال أقلين عالعنز قومي روحي ونكي تمامي وفامونسان تحواج لسوان صورتو قل حالكي قشين لانكني سكشان تقي في ماثل الهواملح لم يديتي فوالات صواليد يونو دي تسقصي برسون جوش تدسرحني وبريد دوحنا دولين اجتياح الثلوج للمنطقة وسد المسالك هاجس يعود للسكان مع كل فصل شتاء حيث تجبر القاطنين بها على المكوث بمنازلهم الهشة يواجهون تحت أسقفها ظروفا مناخية قاسية ترجمة نانسي قنقر